اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد لقد بلغ خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ما عنده للعالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي الصامت إذ وضعت رسالته الأمور في نصابها الصحيح مؤكدا براءة الإسلام من الإرهاب الحاصل في العراق وسوريا ورافعا الصوت نصرة لأهالي غزة الذين يتعرضون للاعتداءات السهيونية عدي حقي أنا كنت منتظره بكاتب نقال استيقظوا يا عرب يعني حرام أولا موقف هذا موقف ملوكي حامل كل النبل وكل الشهامي العربي والكرامي العربي والضيافي العربي والعلاقات الطيبة ما بين الإسلام والمسيحية كسر جبن العرب وصمت العرب أكان تجاه غزة أم تجاه أهل الموصل وهذا كان شيء يخجلني أنا كنت ناطر أن يعلقوا صوت المسلمين يجو داعش مرة أوى ونحن سكتنا اليوم صوت الملك ارتفع كصوت صارخ في البرية أعد طريق الحق وطريق السلام وطريق الحب والله بالإسلام هو إله الرحمة هو رحمن الرحيم وعن النبي يقول أرسلناك رحمة للعالمين هذا موقف هو أعطى للإنسانية كرمتها ضد التطهير العرقي ضد التطهير الديني ضد النازية الجديدة والصهيونية الجديدة تحية إكبار الملك هذا الكلام الذي صدر عن خادم الحرمين الشريفين يدل على قدر عالي من المسؤولية الوطنية والقومية والإنسانية وأعتقد أنه بما دعا إليه يعيد الإمساك بزمام الأمور ومع كلام خادم الحرمين الشريفين المطمئن للمسلمين والمسيحيين ولكل الأقليات في المنطقة تصبح الكرة في ملعب الدول الكبرى والمؤثرة التي عليها أن تلاقي المملكة العربية السعودية في مساعيها لوضع حد للنزيف الحاصل في العديد من الدول الأقليمية ترجمة نانسي قنقر